هاي ازايكم عاملين ايه رابط كنوا بقى الفخير النهاردة هتكلم معايكو عن كريم من شركة اسمها ازهى الكريم ده في نسبة ترتيب في نسبة حماية في نسبة سان بلوك 20% الكريم ده جربت فلسيف وفلشتة فقدر اقولت اجربتي يعني الحاجات اللي انا لقيتها مشاكل فلسيف وكده في بنات بصوا في بنات بترشح يعني عجبها جدا المنتجات شركة ازهى في بنات لا بيقولوا لا ما كانتش ملازبة معايهم وكده فبصراحة لما شفت ريفيو كتير وشفت كومنتات وحاجات كتير لبنات جربت للشركة دي فهم يعني 50% بيقيدوا في 50% كمان بيقولوا عليه المنتجات وحشة فانا ما جربتش اصلا غير الكريم ده فالكريم ده هقول بس تجربتي معاي بصوا هو فلشتة حلو جدا لو انت هتستخدميه فلشتة فهو كويس اول حاجة بيرتب ترتيبه مش قوي ترتيبه معقول لحد ماه بالنسبة للبشرة الدهنية بشرتك بتتشربه بسهولة بتحاسي ملمس ايدك او بشرتك النعمة مش بيفتح في نسبة الحماية اللي فيه مش قوية فانت ما ينفعش تخرجي في اسوعة الشمس مدة طويلة في الصيف بقى هو بيزيت فانت لو خرجتي وبشرتك دهنية هايزيت في البشرة كمان الزيوت دي هتطلع لك حبوب هتطلع لك بصور هتلمل أتربة يعني هتبوز لك بشرتك فانت لو خرجت في الصيف فهو مش يكون مناسب معيك في الصيف بالذات لو انت بصرتك دهنية هو فلشتة كويس طيب لو انت عايز تستخدميه ليدك فهو هيكون مناسب جدا لليد لان بشرتك يعني ايدك هتشربه على طول تاني حاجة سهل ليدك بتبقى سهل ان انت في الحرة او في الشمس تغيريه كل ساعة او ساعتين فهيبقى سهل اكتر من البشرة فهو يبقى حلو لو انت استخدميه ليدك كحمية من اشعة الشمس وكمان سعره ومش عالي قوي فيبقى مناسب لليد طيب البشرة الجفة ممكن يعجبها الكريم ده فهيبقى كويس معيها انما البشرة الدهنية طبعا هيبقى فيه برضو قراء بنات عجبها الكريم وفيه بنات مش عجبها الكريم طيب تقييمي ليه تقييمي ليه حوالي ستة من عشر عشان الصيف يعني هو تستخدميه بس في الشتاء عيبقى كويس انما في الصيف لأ فتقييمي فيه يعني ليه ستة من عشر البنات اللي جربيت وتقول رأيها في الكومنتات تحت لسواء انت يعني تعرفين برضو نوع بشرتك وكان كويس معاكي ولا لأ بس هو ده ريفيو النهار ده لو انتو حابين اجرب حاجات تانية من منتجات الشركة دي لان بصراحة اسعارها مغرية ان انا ممكن احاول ان اشتريها فلو حابين اجرب حاجات تانية منها اقولولي في الكومنتات تحت ايه الحاجات انتو عايزينها من الشركة دي وانا اجربه وقرأ ايه فيها بس هو ده ريفيو النهار ده اتمنى له يكون عجبكم باي باي ترجمة نانسي قنقر